موسيقى أهلاً أعزائي مرة أخرى من جبل الزيتون رح أتكلم عن ملكوت السموات ملكوت السموات هو جوهر تعليم يسوع وقلب خدمته دانيال النبي في القديم تنبأ عن مملكة لا تنقرد ولا تدمر بل أبدية وعندما بشر الملاك القديسة المطوبة مريم العذراء اتكلم عن يسوع لملكه ليس نهاية فإذن أحبائي طبيعة إرسالية المسيح من البداية من أول ما ابتدى في الخدمة رب يسوع قال توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات وعندما جاء الفرسيون ليسألوا يسوع المسيح سألوا متى يأتي ملكوت الله كان جواب المسيح لا يأتي ملكوت الله بمراقبة هنا أو هناك يعني لأنها ملكوت الله داخلكم ملكوت الله في وسطكم طبعا المسيح صدم سامعي في هذا المبدأ الجديد الملكوت لا يأتي بمراقبة عم بتطلع عليه بشكل جسداني ظنوا أنه الملكوت الجديد ملكوت المسيح ملكوت جسدي ملكوت ظاهري وملكوت خارجي أي ملكوت سياسي أيضا لكن المسيح تكلم عن ملكوت روحي عن ملكوت داخلي أنه بصراحة أنه موجود في وسط الناس هو موضوع هذا الملكوت ملكوت وملكوت ملكوت ملكوت اشتركوا في القناة